في عدد هذا اليوم من برنامج ديف الصباح أسعدوا فيه باستيضافة مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة الميزانية التابعة لوزارة المالية سيدة ناصيرة موساوي سباح الخير سيدة موساوي شكونا تلبية الدعوة سباح الخير وشكونا على الاستيضافة سيدة موساوي ترجمة لإرادة رئيس الجمهورية سيدة عبد المجيد تبون في دعم كل الفئات الاجتماعية تقرر مراجعة النقطة الاستدلالية لدعم أجور الموظفين والعمال بداية متى يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا القرار وإلى أي مدى سيسهم في تحسين أجور العمال ومن ثم أوضعهم الاجتماعية شكرا تبعا لصدور الشبكة الاستدلالية المرتبات والتي تخص جميع الموظفين والأعوال المتعاقدين على مستوى قطاع الوظيف العمومي زيادة الاستدلالية زيادة النقطة الاستدلالية أو زيادة في المرتبات الموظفين ستبدأ ابتداء من شهر مارس 2022 وذلك بأثر رجعي أما فيما يخص التطبيق الفعلي فيسكن بإذن الله بداية من شهر المايا المقبل وسيمس كل جميع الموظفين فيما يخص الشقة الثانية من السؤال إلى أي مدى سيسهم في تحسين القدر الشرائية للموظف هنا نوضح أنه خلال خلال الانطلاق في دراسة هذه الزيادة تم الأخذ بعين اعتبار عدة معايير نذكر منها الزيادة غير المباشرة والتي ترتبت عن تطبيق سلم ضريبة على الدخل الإجمالي بداية من شهر جنوبي جنوبي 2020 وبالتالي لما شرعنا في دراسة زيادة النقطة الاستدلالية رعينا الزيادة التي نتجت عن تطبيق سلم ضريبة على الدخل الإجمالي وبالتالي الزيادة ستتراوح ما بين 12% إلى 16% إذا قمنا بتوليفة ما بين الإجراءين الإجراء الأول زيادة غير مباشرة عن تطبيق سلم ضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة الثانية ستكون نتيجة عن تطبيق زيادة في النقطة الاستدلالية بمعدل بلغة الأرقام بمبلغ متوسط حوالي 5600 دينار هذا أدنى زيادة هذا في المتوسط لأنه كيف تم احتساب النقطة الاستدلالية أنت الآن تحدثت عن بعض المعايير التي تمتمها في مراجعة نقطة الاستدلالية ولكن كيف تم احتساب نقطة الاستدلالية كيف تفسيرون أيضا التفاوت في الاستفادة من الموظف لآخر لأنه هناك بعض الموظفين التي كانت استفادتهم للتعدل 2000 دينار بالنسبة للزيادة في النقطة الاستدلالية مست جانبين الجانب الأول هو ما تم نشره في الجريدة الرسمية والذي يخص الشبكة الاستدلالية لمرتبات والتي تخص مختلف أصناف الموظفات حيث كان هناك زيادة في الرقم الاستدلالي الأدنى بخمسين نقطة لكل الأصناف وهناك زيادة في الرقم الاستدلالي للدرجة حيث أنه زيادة خمسين نقطة لكل سنف سيحافظ على الفوارق الموجودة حاليا بين الأصناف لأنه كما هو معروف أنه نظام الرواتف في قطاع الوظيف العمومي هو نظام مبني على المستوى التأهيلي مع أن تالك لكل مستوى تأهيلي صف محدد هذه الزيادة في كل الرقمين تعطينا زيادة في الراتب الرئيسي لما نروح الجانب الثاني والذي لا يظهر في الجريدة الرسمية هو العلاوات والتعويضات لأنه هناك علاوات وتعويضات شهرية تدفع مع الراتب الشهري وهناك علاوات غير شهرية هي تحسب شهريا بنسبة محددة ولكن تصرف كل ثلاثة أشهر هذه العلاوات والتعويضات سواء الشهرية أو غير الشهرية تحسب بنسبة مئوية على أساس الراتب الرئيسي وبالتالي أي زيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تمس مباشرة الراتب الرئيسي تتولد عنها آليا زيادة في العلاوات والتعويضات فيما يخص السؤال الثاني اللي هو تفاوت هو لا يوجد هناك تفاوت لأنه لما دخل سلام الضالي بعد الدخل الإجمالي بداية من شهر جونفو 2022 كان الهدف منه هو تطبيق ما يسمى بسياسة الإنصاف الجيبائي لأنه الموظفين الذين يقلوا رواتبهم عن 30 ألف دينار جزائري تستفادوا من إلغاء كل للضريبة على الدخل الإجمالي بداية من شهر جونفو 2020 في حين أن الفئات الأخرى لم تستفد من مراجعة في سلام الضالي بعد الدخل الإجمالي وبالتالي كان من اللازم إعادة مراجعة سلام الضالي بعد الدخل الإجمالي في شهر جونفو في 2022 لإعادة التوازن والإنصاف الجيبائي وبالتالي كانت هناك مراجعة لسلام الضريبة للموظفين الذين يفوق راتبهم 30 ألف دينار جزائري أما فيما يخص النقطة الاستدلالية لأنه لما نشوف مستوى الزيادات الزيادات تتراوح ما بين 3,500 إلى 4,300 دينار فيما يخص النقطة الاستدلالية لا يوجد هناك تفاوت كبير لأنه قلنا أنه الأساس اتباع هذه المنهجية وهي إضافة 50 نقطة هو المحافظة على الفوارق الحالية وبالتالي لا يوجد التفاوت التفاوت يعني ما في تصبيق سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ما حش يكون هناك تفاوت لأنه لأقل من 30 ألف دينار جزائري لا يدفعون أصلا ضريبة في حين أنه الذين يفوق راتبهم 30 ألف دينار جزائري هم الذين استفادوا من بعض إلغاء الضريبة والذين استفادوا بطريقة غير مباشرة من زيادة في الراتب نعم في البداية كان هناك حديث عن مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية يا سيدة موساوي وليس المساس بالرقم الاستدلالي مثل ما حصل الآن وهو ما كان ربما سيسمح بزيادة أكبر في الأجور كيف تفسيرون ذلك هي في الحقيقة أنه لو نعود إلى تعليمات السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3 أكتوبر 2021 في مجلس الوزارة كان صرح بزيادة النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي وبالتالي زيادة النقطة الاستدلالية هي زيادة عدد النقاط الاستدلالية التي تشكل الرقم الاستدلالي أما قيمة النقطة الاستدلالية فهي قيمة كل نقطة استدلالية أي قيمة كل نقطة هي 45 دينار بالنسبة للسؤال الشقة الثاني اللي يقول أنه لو رحنا لقيمة النقطة الاستدلالية ستكون هناك زيادة معتبرة يعني لما نتابع توجيهات السيد رئيس الجمهورية أنه هذه الزيادة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية ولما نقول دعم القدرة الشرائية هي موجهة إلى ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وليس لذوي الدخل المرتفع نقوله لما نروح لقيمة النقطة الاستدلالية قيمة النقطة الاستدلالية هي قيمة موحدة في قطاع الوظيف العمومي اللي هي 45 دينار جزائري تطبق على كل الأصناف من الصنف واحد حتى القسم الفرعي سبعة وهو أعلى صنف في قطاع الوظيف العمومي إذن نعطيك مثال لو أنه قيمة النقطة الاستدلالية توضاف لها خمسة دينار مثلا الصنف الأول عنده ميتين نقطة وبالتالي الزيادة ستقدر بألف دينار لما نروح لقسم الفرعي مسألوات حالك على أي أساس تم اختيار خمسين نقطة سيدة موسى خمسين نقطة هي مراعاة للتوازنات الميزانياتية لأن الجزائر خلال هذه السنتين وفي إيطار محاربة انتشار فيروس كوفيد ديزناف يعني صارفت مبالغة ما هو إنعكاس هذه الزيادات على التوازنات الميزانياتية نعم كلفة الخازينة العمومية حوالي 400 مليار دينار هذا الأثر المالي للنقطة الاستدلالية لا لا للجائحة كورونا يعني هو مجهود يحسب لصالح الدولة الجزائرية أنه في ظل كل هذه الظروف تم الإقرار بمراجعة السلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة النقطة الاستدلالية وبالتالي مراعاة للتوازنات الميزانياتية وفي إيطار ما يتسمح به الخازينة العمومية تم العمل في إيطار غلاف مالي يقدر بحوالي ما هو الأثر المالي لهذه الزيادة؟ الأثر المالي لهذه الزيادة يقدر بحوالي سنويا يقدر بحوالي 220 مليار دينار جزائري بالنسبة للفئات التي سيمسها هذه الزيادة هو العدد الإجمالي مقدر بحوالي 2.7 مليون موظف عن متعاقد منهم مليونين وربعمائة ألف موظف عن متعاقد مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة ومنهم 360 ألف مأخوذين على عاتق الجماعات المحلية أي ميزانية البلدية وميزانية الولايات غير أنه الفارق في هذه الزيادة ستتحمله أيضا الخازينة العمومية لسيما في بلدية العاجزة ماليا نعم الآن هناك صحيح أنه فيه زيادة وتم مراعاة مثلما قلت التوازنات الميزانيتية ولكن في المقابل هناك أيضا مشكلة للتضخم هناك إرسفاء للأسعار هناك أيضا تخفيض إرادة لقيمة الدينار هل ترون أن هذه الزيادات ربما في الجانب المقابل تعود الموظفين هي في الحقيقة لما ننظر إلى رفع القدرة الشرائية للموظف يجب أن نرى الرفع القدرة الشرائية لم نرى أيضا مراجعة رفع معاشات المتقاعدين بنسبة متفاوتة ونرى أيضا ما نؤكد عليه أن الجزائر حافظت على الطابع الاجتماعي وهو دعم المواد الأساسية والأخلصية من الأولية حتى أن الفارق في نتجة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية سلسيما أسعار المواد الأولية تحملته الخزينة العمومية لمحافظة على استقرار الأسعار كل هذه العوامل لأن الموظف ما هوش عايش منعزل عن المجتمع وكل هذه العوامل تساهم على الأقل المحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها أمام كل هذه الأعباء كيف تعملون على إحداث التوازنات الآن سيدة مساوي التوازنات المالية نعم يعني في التوازنات المال في أعباء الخزينة العمومية وهي على حسب الإجراءات يعني لما نشوف تطبيق سلسيما الضاريب على الدخل الإجمالي هو زيادة غير مباشرة ولكن ليسها زيادة في الإنفاق وإنما نقص في الإرادات لأنها كانت إرادات عادية دائمة تدخل إلى ميزانية الدولة لما عودنا رجعنا إلى سلسيما الضاريب على الدخل الإجمالي هي نقدر نقول أن الإرادات نقصت وبالتالي هذه الإرادات التي نقصت زدنا في نقطة الاستدلالية يعني زاد الإنفاق وبالتالي كان هناك نوع من التوازن ليس إنفاق فقط وإنما نقصنا في الإرادات وزدنا في هذا الإنفاق نعم الآن سأعود فقط سأعود إلى هذه النقطة بالنسبة لواصف النقطة الاستدلالية هل تعديل الجديد يمس الموظفون العاملون أيضا في القطاع الخاص بالنسبة لهذا النقطة بالنسبة لهذا النقطة أنه رفع النقطة الاستدلالية خص فقط عمال ووظيف العمومي في حين أنه قطاع القطاع الأخرى استفادت من تطبيق سلسيما الضاريب على الدخل الإجمالي لأنه مست جميع القطاعات والنظام الرواتب في قطاعات الأخرى مبني على مبدأ التعاقد أي هناك اتفاقية جماعية داخلية هنا ليس لها علاقة بقطاع الوظيف العمومي نتحدث عن القطاع الخاص وأيضا عن قطاعات الأخرى ذات الطب الاقتصادي والاجتماعي كلها اتفاقية جماعية لأنه في قطاع الوظيف العمومي كل القطاعات قطاعات الصحة التربية تكوين مهني هو قطاع تخضع لنظام موحد للمرتبات اللي هو ما يعرف بالشبكة الاستدلالية للمرتبات والشبكة الاستدلالية للمستوي التأهيل يعني هو نظام موحد لأنه كل زيادة ستمس كل هذه القطاعات نسبة القطاعات الخاصة هل سيكون ربما هناك تدخل ضمن اتفاقية الجماعية للمؤسسة أم يكون هناك ربما تفاوض مع وزارة المالية في هذه النقطة لا لا يوجد تفاوض هو اتفاقيات جامعية محضة نعم ما هو ايضا هل سيحصل الموظفون على رقم استدلالي جديد ما يساعدهم ربما على احتساب سنوات التقاعد سيدة موسى هو بطريقة غير مباشرة أنه هذه الزيادات التي وظيفت في النقطة الاستدلالية ستساهم لمحال عند خروج الموظفين على التقاعد وبالتالي كما هو معرف أنه معاش التقاعد يحسب على الخمس سنوات الأحسن راتب وبالتالي هذه الزيادة ستؤثر لا محالة للموظفين قيد الخدمة الذين سيحالون عن التقاعد نعم قصف أنه زيادة مست الأجر القاعدي الأجر القاعدي والعلوات والتعويضات أيضا والعلوات والتعويضات أيضا نعم في بداية سنة أيضا تم اتخاذ إجراء الذي تحدثت عنه منذ قليل المخاص بمراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي الذي تضمنه قانون مالية سنة 2022 بهدف أيضا زيادة رواتب العمال وتحسين أيضا أوضاعهم والقدرة الشرائية كم بلغت نسبة الارتفاع في الأنجور سيدة موسى بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي لمسج جميع القطاعات ساهمت بطريقة غير مباشرة في زيادة الرواتب نسبة إذا جمعنا نتكم على قطاع الوظيف العمومي إذا جمعنا نسبة الزيادة في الضريبة مع نسبة الزيادة في النقطة الاستدلالية النسبة ستتراوح ما بين 12 إلى 16% وبالتالي ستكون هناك زيادة متوسطية تقدر بـ 5000 دينار جزائري نقدر نعطيك أمثلة مثال حتى يفهم المستمع مثال عن مثلا متصرف متصرف كان يتقاضى راتب 35 ألف دينار جزائري في شهر ديسمبر 2021 ويتقاضى علاوة المردودية تقدر بـ 21.361 دينار كل ثلاثة أشهر يعني لما نقسم علاوة المردودية على ثلاثة أشهر رح يتعى أن المبلغ الشهري 7000 دينار نضيفه للراتب الشهري نحن نلقاهه 42 ألف دينار جزائري لما طبقنا سلم الضريبة الدخل الإجمالي وطبقنا الزيادة عن النقطة الاستدلالية أصبح الراتب الشهري التاعو بدل 35 ألف أصبح 40 ألف و 260 دينار علاوة المردودية التي تصرف كل ثلاثة أشهر ارتفعت من 21.361 إلى 23.351 دينار أي بزيادة حوالي 2000 دينار الزيادة الكلية النتيجة عن سواء رفع النقطة الاستدلالية أو سلم الضريبة الدخل الإجمالي تقدر بحوالي 5783 دينار نوضح برك النقطة أنه نعطينا أرقام على مستوى زيادة الجزء الأكبر سيصرف لما يتقاضى الموظفون الراتب الشهري الجزء الذي بقيه سيتقاضى الموظفون في العلوات غير الشهرية نعم بشي يفهموا المستوى يعني الزيادة ستكون على مراحل أو كيف يفهم ذلك لأنه الموظف لما يروح يتقاضى الراتب رح يتقاضى الراتب الشهري مضاف إليه العلوات والتعويضات الشهرية فقط نعم يعني مثلا نعطيك مثل على هذا المثال الذي أعطينا لي هو زيادة 5783 رح يتقاضى 5120 كزيادة شهرية نتجة عن كلا الزيادتين و لما يتقاضى علاوات المردودية رح يتقاضى 2000 دينار مقارنة بشي كان يتقاضى فيما مضى يعني الزيادة كلها ليست 7000 دينار تقريباً؟ لا 7000 5120 شهرياً و 2000 دينار ثلاثة أشهر نحن 2000 نقسمها على ثلاث أشهر وبالتالي تكون حوالي 700 دينار نضيفوها للـ 5100 نحن 5700 دينار يعني هذا هو الإجراء الآن هل زيادة في النقطة الاستدلالية أيضاً كانت خاضعة للضريبة سيدة مسلم؟ نحن بداية عملنا بالتنسيق مع المديرية العامة للضريبة عملنا في شهر نوفمبر لما كان سلم الضريبة على الدخل الإجمالي مجرد مشروع إلى حين مسادقة عليه من قبل البرلمان بغرفته وبالتالي كما قلت أنه عملنا مع بعض رعينا الزيادة في سلم الضريبة ورعينا الزيادة في النقطة الاستدلالية بحيث أنه هذه الزيادة ما تتأثرش بتطبيق سلم الضريبة على الدخل الإجمالي هو ما أعطنا أنه النسب اللي اعتدتها لك سابقاً واللي هي ما بين 12 و 16% وهي زيادة لما نشوف النسبة هي زيادة محتبرة لأنه لما تشوف دول العالم بسيء بفضل هذه الظروف الاقتصادية والأزمة الصحية يعني هو مجهود يحسب لصالح السلطات العلية في البلاد نعم ولكن لأنه هنا وقع اللوبس يعني أنه المكاسب التي تحققت بعد مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي يعني ما تحقق كمكسب يعني ذهب الآن بعد في النقطة الاستدلالية يعني ما نظنش حيكون هناك يكون هناك يعني خسارة في الزيادة لأنه المبالغ اللي استرحت بها هي مبالغ صافية بتطبيق سلم الضريبة الجديد وبالتالي قلنا أنه النقطة الاستدلالية راح تكون ما بين ثلاثة وارباء ثلاثة وخمسمائة حتى ربعة وثلاثة مئة كزيادة صافية هذه الزيادة تحسبت على أساس السلم الضريبة الجديد الحالي وليس السلم الضريبة القادم وبالتالي رأينا كل هذه الإجراءات نعم كيف تعليقون على الآن من لم ترق له هذه الزيادات سيدة مساوي ولو أنه ليس اختصاصي والله يعني لازم كما قلت سابقا أنه ما لازمش ننظر فقط إلى الزيادة في الراتب لأنه هناك عوامل غير مباشرة نعم اللي نأكد عليها هو الدعم أسعار المواد الأولية والأساسية استمار الدولة في دعم المواد الأساسية بالرغم أنه قانون المالية لسنة 2022 ضمن مواد هو مراجعة سياسة الدعم نعم إلا أنه لما ارتفعت الأسعار كانت الأولوية للإبقاء على سياسة الدعم الحالي لكن كانت بها سابقا بالإضافة إلى أيضا تحمل الخزينة للفارق الذي لتجسد مؤخرا في ارتفاع أسواق الأسعار في دول العالم في السوق العالمية هنا هو يعني الموظف لازم يرى هذه الزيادة نظرة شمولية شمولية طبيعة الحال نعم ربما هذا يقولنا أيضا الحديث عن إصلاحات في المنظومة الضربية ككل ربما سيكون لها إنعكاس أفضل على القدرة الشرائية وأيضا على الرواتب مستقبلا يعني هو من اختصاص المديرية العامة للضرائب هي يعني الإصلاحات كانت هناك إصلاحات جد هامة كانت في قانون المالية لسنة 2022 نعم شكرا جزيلا لك سيد ناصيرا مساويم مديرة أنظمة الرواتب المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية على كل توضيحات شكرا شكرا جزيلا لك شكرا مستمعنا إلى اللقاء شكرا